بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة الأولى في سلسلتنا لماذا تركت المسيحية وآمنت بالإسلام العنوان قد يسأل البعض ما علاقة هذا العنوان أقول لك وأنا صغير من 16 سنة تقريبا أو 17 أو 18 سنة قابلت منصر في بلدي طاعا في الإسلام كنا بدعوه عادي بتكلم معاه الله واحد وأعبد الله وما إلى ذلك فلقيت أم آيلي لا أهدنت عندك رسولك كذا وكذا 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 الكذب اللي انتوا عارفينه وتربوا عليه في الكنائس فأنا من يومها كان عندي قرابة 16 سنة زي كده ولدي اللي معايا كان عنده أو المنصر كان عنده قرابة 35 سنة من يومها وأنا قلت لا أنا لازم أتعلم ديني ولازم أرد عليهم بما يعتقدوا ومن يومها وأنا بناظر النصارى على هذا الأساس وبحورهم بالكتاب المقدس من قرابة 17 سنة فلماذا تركت المسيحية؟ فلماذا تركت المسيحية وأمنت بالإسلام؟ تعالوا نشوف مع بعض ليه كل إنسان على وجه الأرض سواء مسيحي أو مسلم أما المسيحي فلابد أن يترك هذا المعتقد ويؤمن بالإسلام ولماذا المسلم لابد أن يحمد ربه سبحانه ليلة نهار على أنه مسلم بادي إذي وجدت في الإسلام أن رب الكنيسة بيقول في الكتاب المقدس في سفر هوشع إصحح واحد العدد اتنين لقيته بيقول كده أول ما كلم الرب هشع الهشع ده نبي عندهم يا جماعة هشع نبي من أنبياء الكتاب المقدس أول ما كلم الرب هشع قال الرب لهشع قال له إيه؟ اذهب خذ لنفسك إمرأة زنا وأولاد زنا عليش لاحظة إحنا عندنا الأنبياء في الإسلام بقى إيه اللي خلني حمدت الله على نعمة الإسلام وتمسكت به وتركت هذا الكتاب وتركت هذا الإيمان أقول لك ربنا عندنا في الإسلام عندما يرسل نبي يرسله بإيه؟ بالتوحيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ نُوحِي إِلَيْهِ بإِيه؟ نُوحِي إِلَيْهِ لا إله إلا أنا فاعبده وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنه لا إله إلا الله لا إله توحيد توحيد لا كتاب المقدس أول ما أرسل هوشع قال له في إصحاح واحد العدد اتنين قال له أول ما كلم الرب هوشع قال اذهب مش صلي مش صوم مش زكي مش أمر الناس بالعبادة لا اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا كلام في سفر هوشع صح واحد عدد اتنين أما في الإسلام قال الله عز وجل وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا مش قال له روح خذ لنفسك زانيا لا 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 قال له وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا قال وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا لماذا آمنت بالإسلام وأحببت آمنت بالإسلام وأحببت الإسلام واتركت المساحية التي كان يدعوني إليها المنصر لإني وجدت في الكتاب المقدس إن ربهم أروف طبعا كلنا عارفين الكلام ده بس شوف اللفظ سفر رؤية يحنى إصحح 17 عدد 14 تاني رؤية يحنى إصحح 17 عدد 14 بيقول هؤلاء سيحنبون الخروف والخروف يغلبهم ليه؟ لأنه رب الأرباب وملك الملوك تاني الخروف رب الأرباب وملك الملوك أصبحوا عندهم رب الأرباب خروف كانوا يدعون لأن أعبد خروف كيف هذا؟ فلذلك تركت هذا الدين ولم أؤمن به وأمنت بالإسلام الذي قال الله عز وجل فيه ليس كمثله شيء ليس مثل الله شيء ملوش مثل ملوش مثل وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد كف يعني شبيه لم يكن له شبيه لم يكن له مثيل لم يكن له معادل هذا هو الله رب المسلمين فلذلك لم أسمع كلام هذا المنصر الكذاب وآمنت بالإسلام فلهذا تركت الإيمان بالمسيحية ولم أؤمن إلا بالإسلام وجدت أيضا أنه مش بس خروف أنا بقرأ في الكتاب وجدتهم بيقولوا في سفر رؤيا يوحن اللاهوتي إصحح خمسة عدد ستة تاني رؤيا يوحن اللاهوتي إصحح خمسة عدد ستة بيقول ورأيت فإذا في وسط العرش وسط العرش اللي هو مين الإله عندهم وسط العرش خروف قائم كأن مذبوح المعذرة كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة أعين يبعى عندنا للخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب هذا الخروف بكام بسبع أرون سبع أرون له سبعة قرون هذا هو الإله حسب المسيحية حسب الكتاب المقدس وسبعة عيون فلذلك تردت هذا الدين الذي أصحابه يقولون عن ربهم خروف ذائد سبع قرون ذائد سبع عيون وآمنت بالإسلام الذي فيه الإله ليس كمثله شيء آمنت بالإسلام الذي فيه الإله قال الله عن نفسه فلا تضرب لله الأمثال يعني فلا تشبه الله بخلقه قال ابن الجوزية رحمه الله في تفسير هذه الآية أي فلا تشبه الله بخلقه الإله الذي لا يشبهه أحد إله المسلمين الرب الذي ليس كمثله شيء رب المسلمين الرب الذي لم يكن له كفوا أحد ليس له شبيه من خلقه أحد رب المسلمين لكن الإيمان الذي كان بعني إليه المنصر كان بيؤمرني إن أنا أعبد إله خروف وبسبع أرون وبسبع عيون سبعاوي فكيف أؤمن بهذا الرب هذا رب لا يعبد فلذلك الحمد لله على نعمة الإسلام أمرني هذا المنصر أن أعبد الإله الذي جاء في شرحه أنه لا يعلم الغيب بل لا يعلم معاد التين التين يا جماعة عارفين التين التين اللي بناكله ده أمرني هذا المنصر أن أعبد إله لا يعلم معاد التين طب يقول إيه يقول هنيجي لكله هنيجي لكله يا إخوة أخواننا اللي في الفيسبوك هنيجي لدودة والسوس كله كله حياكم الله جميعا أمرني هذا المنصر أن أعبد إلها لا يعلم معاد التين الذي يعلمه كل فلاح الآن كل فلاح على وجه الآن يزرع تين عارف معاد التين إمتى الطرح بتاعه إمتى زي عندنا مثلا نعرف البطيخ الصيف المشمش في المشمش يعني برضو في الصيف يعني تمام المانجو في الصيف مش عارف الحاجات اللي تزرع في الشتاء معلش يعني المهم في الشتاء معادها في الشتاء هذا الإله اللي هو إله النصارى المفروض الإله اللي علم كل شيء ما كانش يعرف التين بيطلع إمتى الدليل إنجيل مات أنا حقول الإصحاح أو الشاهد وعده مرتين بحيث تركز أنت وتجيب الشاهد وتقرأه بنفسك سواء مسيحي أو مسلم إنجيل مات إصحاح 19 عدد 21 ثاني مات 19 21 رب الكنيسة فنظر يسوع إله الكنيسة شجرتين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط ليه لأنه لم يكن وقت التين بعد كده أملعينها بقى رب الكنيسة قال فلا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد إنجيل مرقص إصحح 19 عدد 11 مرقص 19 11 فنظر رب الكنيسة فنظر شجرتين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد فيها شيئا إلا ورقا ليه لأنه لم يكن وقت التين فهذا الإله يجهل وقت التين فهذا الإله لا يعلم الغيب فهذا الإله لا يعلم شيء بينما ربنا في الإسلام قال عن نفسي عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة ربنا في الإسلام يعلم شيء سبحانه فلذلك تركت الإيمان الذي يدعوني إليه هذا المنصر وآمنت بالله رب المسلمين عالم الغيب والشهادة عالم كل شيء وتركت الإيمان بمن لا يعرف معد التين خير لماذا آمنت بالإسلام وتركت المسيحية لماذا أقول لكم لماذا لأني وجدت رب المسلمين رب قوي القوي العزيز القوي الحكيم قال عن نفسه سبحانه جل ثناؤه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف ولا يخاف ولا يخاف عقباها رب المسلمين قوي عزيز لا يخاف أحدا بينما وجدت رب الكنيسة اسمعوا المنصر قال لي إيه على رب الكنيسة قال لي يا محمد يا نصيف افتح إنجيل متى اصحح تلاتين عدد سبعة وعشرين تاني افتح متى تلاتين عدد سبعة وعشرين حتلاقيه بيقول على رب الكنيسة وبسقوا علي تفف وش يا جماعة هذا الكتاب هذا الكتاب بيقول على رب الكنيسة تفف وشه بسقوا في وجهه المنصر عايزني أترك الله الحق القوي المتين وأعبو إلها في إنجيل محمد اصحح تلات تلاتين عدد سبعة وعشرين بسقوا في وجهه واخذوا القصبة شومة جابوا الشومة وضربوه على رأسه ضربوه على رأسه ضربوا رب الإله خلق السموات والأرض ضربوه على رأسه والمنصر بيقول تعالى عبد ده فلذلك تركت المسيحية وآمنت بالإسلام ما يخش عليكم إن أنا ساعة ما هذا الولد كلام ده طبعا كنت صغير يعني 16 سنة وكده ما عنديش البحث ولا القدرة إن أنا أرد عليه فالشبهات اللي جابها هزتني وعلى فكرة بسببه وبسبب شبهات زكريا بقلز أنا أصبحت كده أنا تركت بلدي ورحت أتعلم عند المشايخ وتعلم عند العلماء وادرس على إيد المدرسين بسبب كده هم اللي جعلوني أبقى كده وإلا أنا كنت زي أي شاب من شاب المسلمين تمام فبيقول لي تعالى تعالى للإله اللي اتفف وشه فإزاي إزاي طب أنا هقول لكم على حاجة صغيرة صدق بينك وبالنفسك كده إيه رأيك يا مسلم أو يا مسيح سمحوني يعني في اللي جاي لما أم أيل لك أبوك أبوك عفاكم الله يعني بس للتقريب أبوك يا مسلم أو أبوك يا مسيحي بسقوا في وجهه تقبل؟ ألعوه بلبوس ولبسوه قرموزي اللي هو بمبة لبسوه فستان بمبي أبوك جرواه للصليب زي الخروف ياريت الإخوة تنزل على الفيسبوك ياريت تنزلوا نصوص الله بيرك لكم لإني طبعا النصارى المحبة أحب أعدائكم فبلغوا بلغوا بلغوا لحد ما تدوم حظر في التعليقات أنا محظور تعليقات ومحظور روابط ومحظور إشارات الحمد لله محظور كتير حاجات كتير ومحظور نشر مجموعات كمان الحمد لله تمام؟ وكما يقولون لو معايا ما كان البلاغات فلوس كان زمان بقيت مليونير لما أقول لك أبوك جروه للصريب كالخروف تقبل؟ هتقبل يا مسيحي هتقبل يا مسلم أيشتمني هيشتق على طيابني كذا وكذا وكذا تبضل ربع عندكم يا منصر تدعوني لإله جروه للصريب كالخروف كشات تساقوا إلى الذبح ما لكم كيف تحكمون اتنين أبوك اش معنى؟ تخيل لما أقول لك تقبل هيشتمني هيشتمني يا منصر أنت تدعوني وتقول لي تعالى وده اللي حصل بيقول لي تعالى للرب اللي اتتفف وشه عشانك يا عم مش عايز أنا مش عايز إله كإله كده أنا عايز الإله القوي اللي يدفع عني الإله اللي يدفع مش اللي يضرب مكاني أنا عايز إله قوي إله عظيم إله جبار النصر أقول لك أنتو عندكم يا مسلمين بتعبدوا الإله الجبار ما معنى الجبار؟ الجبار هو الذي يجبر كسرك الجبار من معانيها الذي يجبر كسرك فنعم أنا أعبد وأفتخر أن ربي قوي جبار يجبر كسري سبحانه جل ثناؤه أنا أريد الإله القوي لا أريد الإله الضعيف الذليل الذي يجر للصليب كشاه الذي يبسق في وجهه يا حق جمال أخونا جمال مهدالي بقول لك كشاه يعني معزة يا فندم مؤنث يا فندم كشات مؤنث مع ليش كشاه يساق ده بيقول لي كشات تساق مؤنث يا فندم الإله بيتجر زي المعزة المؤنث يا فندم ركز بارك الله فيك بارك الله فيك فلهذا تركت المسيحية وآمنت بالإسلام لأن رب المسلمين قوي لأن رب المسلمين قوي رب المسيحية كما جاء في إنجيل متى تلاتين عدد سبع وعشرين بسقوا عليه تفوا في الشو واخذوا القصب الشومة وضربوا على راسه هل هذا إله؟ جاني المنصر وقال لي يا محمد يا نصيف قالوا نعم قال لي آمن بالمسيحية واترك الإسلام فقلت له ليه؟ قال لي لأن الرب عندنا الرب بحسب المسيحية انضرب بالبوكس عشانك قلت له إزاي كده؟ قال لي افتح لي إنجيل مرقص أربعتاشر عدد خمسة وستين ثاني مرقص ياريت الإخوة على الفيس في الفيسبوك ياريت تنزله نصوص الله يبارك مرقص بالبوكس بالبوكس في عينه تمام؟ ويقولون له بيقولوله بقى وكان الخدام يلقمون ويقولون تنبأ من ضربك القصة دي أنا حكيتها أنتو طبعا عارفين عارفين اسمه ايه؟ قديس عادل قديس عادل سألته السؤال ده سوانك أنا مش عارف هشغلها لكو ولا لأ؟ سوانا شوف كده ينفع هشغلها لكو لو هينفع تشغل هشغلكو الجزء ده بس جزء قديس عادل قلت وقلت له تعرف لعبة صلح قال لي آه أعرف لعبة صلح قلت له طيب هل تعرف أن اليهود أو الرومان لعبه صلح على أثى إلهك؟ وفيها إيه؟ يا حبيبي فيها إيه؟ إيه اللي فيها إيه؟ الإله خالق السماوات والأرض يلعبوا على إيه صلح يا خابة رب يبط تخيل يا مسلم أهل وأو تخيل يا مسلم بيقول لي فيها إيه؟ فيها إيه؟ إن الرب الخالق للسماوات والأرض يجبروا من كده ويضربوا على أثاء مين اللي ضربك بقى؟ يقول لي فيها إيه؟ فيها كتير فيها أن هذا الإله كما قال الإنجيل كما قال إشعية محتقر ومخذول من الناس أنت بتؤمرني أترك الإله القوي العزيز الحكيم الملك الجبار واعبد الجبار اللي يجبر كسر المظلومين واعبد إله ضربوا على أفاه شايفين الكبليه؟ الكبليه ده على فكرة مش مش أي حد يقوله دي بتبقى اسمها التركيب إله ضربوا على أفاه طب ينفع؟ طب ينفع؟ ما ينفعش ما ينفعش أنا ما شوف كده آآ سبع قرون ولا لا سبع قرون دي رمزها إيه؟ يعني ليه سبع قرون ولا لا السبع قرون دي رمزها إيه؟ ماشي 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 لقى رمز السبع عرواح المرسل بس ليه سبع قرون انت أنكرت أصلا من كل القياس إذن يقول من بطوني أمهاتي زينة دي بقى مش الجزء ده حدنا نشوف الجزء التاني بسم الله ده قديس عادل خادم الإنجيل زي ما انتم عارفينه على شايت على الفيسبوك عمل هجوم في أي حد وخلاص ماشي ماشي طيب خلينا بعد كده ان شاء الله أبقى حضر في الحلقات التانية بإذن الله أبقى حضر لكم الأجزاء من المناظرات سواء منصرين على الفيسبوك أو على البلتوك ونعرضها فين في وسط التسجيل بحيث ايه تفيدنا كلنا فقال لي آمن بالمسيحية فقلت له كيف أآمن إله سامحوني سامحوني في اللفظ اللي جاي تقولون عنه لبوة والله العظيمة كلامي ده مش كلامي مش أنا اللي بقول يقول لي فين فين لبوة افتحوا لي سفره هوشع أصحح 13 عدد تمانية تاني هوشع 13 تمانية بيقول ايه على رب الكنيسة أول الأصحاح بيقول وأنا الرب إلهك من أهل وأنا الرب إلهك بعد كده بيقول ايه آكلهم هناك كلبوة أرب الكنيسة المنصر يدعوني لأن أعبد كلبوة ويقول لأترك الإسلام الذي فيه الله سبحانه يقول عن نفسه ليس كمثله شيء يدعوني لأن أترك الإله الواحد الأحد الذي ليس له شبيه ولا مثيل وأعبد إلها قيل عنه في هوشع 13 تمانية وأكلهم هناك كلبوة أنا عايزة اللفظ ده اللفظ ده حتى بالمصري كارسة طبعا اللي عايشه نصر عارف إن اللفظ ده لو تقال لواحد أو واحدة ممكن تطير فيها رقاب ممكن تطير فيها رقاب تمام أحسنت أخونا أو أختنا ساميحة يا سين أحسنتي بتقول إيه زكريا بقلز فتح على النصارى باب مش عارفين يقفلوه والله وبالله وتالله كتير جدا من المسلمين ما كان ليهم ولا في حوار نصارى ولا في نصوص كتابية ولا يعرفوا عاجة عن الكتاب المقدس أصلا ما عرفوا عن الكتاب وصفات رب الكنيسة هذه ولا الخروف ولا الضرب على أفاة ولا أنه ملعون ولا 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 إلا بعد ما ظهر لهم زكريا بقلز والله كان زكريا بقلز السبب في أنهم اتعلموا الكتاب بتاع النصارى ده وحوروهم به كان زكريا بقلز السبب في أن طلع ناس ينشروا ما في الكتاب المقدس من نشيد الإنشاد إحنا في رمضان إحنا في رمضان وحزقي قال تلاتة وعشرية برضو إحنا في رمضان يا جماعة إحنا في رمضان ما تجروناش وينشروا الأشياء اللي في الكتاب وإنه دودة ولبوة وخروف واشاة تنتساقوا إلى الذبح وغيره 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 طبعا أول ما سمع أخونا جمال مهدني أول ما سمع نشيد إنشاد قال لك فوري جات لا مش وقته خالص بعد رمضان إن شاء الله أنا أزل لكم مناظرات ديني وبيني ولد كان داخل الكلية الإكريليكية والإكريليكية دي بالمناسبة عند النصارى حاجة عندنا حاجة زي كله تصول دين عندنا يعني هو بيتجهز للدخول الكلية الإكريليكية والكلية الإكريليكية دي كلية أصول الدين بس المسيحية بقى حواره في نشيد الإنشاد كله ضرب نار كله كده كوارس 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض الكارسة ورا الكارسة حال؟ سدعونا بس بالله عليكم كده بالتوفيق والسداد والإخلاص والقبول بارك الله فينا وفيكم أمين يا رب فتخيل معي إله يقال عنه بيدعوني أعبد إله كلبوة وأترك الإله الخالق الواحد الذي لا مثل له الذي لا يوصف إلا بالكمال لا يوصف بنقيصة في الإسلام أي صفة من صفات النقائص حرام كفر أن ينصف بها رب العالمين أي صفة إيه رأيكم تاخدوا حتة أنا عايزكم تاخدوا حتة سمعتم النصارى كتير يقولون عليكم السلام جميعا بارك الله فيكم وأحسن إليكم حياك الله يا حج مارود يقولون النصارى عندكم يا مسلمين الله ماكر أيوة يا عم أنا حمد نصيف أفتخر وأؤمن وأعترف وأوقن وأفتخر أن الله سبحانه ماكر لي يمكر بمن مكر بي يمكر بأعداء الله يمكر بأعداء أولياء الله يمكر بالكفار يمكر يعني إيه يمكر يعني يدبر فهم يمكرون يعني يدبرون في سبيل أذية المؤمنين والله يمكر يعني يدبر للمؤمنين فيخرجهم من هذا التدبير السيء فأنا أؤمن وأعترف أن ربي يمكر ليه يدبر ليه يحفظني بينما ربكم ممكور به مقتول على الصليب جر له كخرف ولم ينقذه ربه وكان بيسرخ ويقول إلهي إلهي لماذا تركتني لماذا لم تمكر لي لماذا لم تدبر لي فساب رب يعيني طبعا المصطوب ليس المسيح عليه الصلاة والسلام فلم يمكر له ولم يدبر له بل تركه حتى الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا الإثار عايزين يمكروا على النبي عايزين يدبروا على النبي فيقتلوه ويمكرون هم يمكرون لقتلك هم يدبرون لقتلك ويدبر الله والله خير المدبرين فنجى الله عبده محمد صلى الله عليه وسلم ونجى الله عبده عيسى لكن انتم في المصطوب لم ينجي ربكم يسوع بل تركه للقتل للصلب للسحق للجر كشات تساق إلى الذبح لم يفتح فأنا أفخر أني أعبد الإله القادر المدبر الماكر لمن ينكر بالمؤمنين المدبر عليهم هضرب لكم يا ساد صغير حياكم الله جميعا هبأنا رئيس جيش جي الأعداء دخلين على البلد بتاعتنا فرئيس الجيش حط كمان في أول البلد وفحر حفر في الأرض وحط فيها الجنود جي العدو داخل البلد أم عمله كمان وأم طلع الجنود من تحت الأرض وقتلوا العدو هذا رئيس الجيش اسمه إيه؟ الآن اسمه ماكر اسمه ماكر بالأعداء سؤال هذا الرئيس الذي مكر مكره حسن أم سيء؟ مكره جيد 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 سؤال مكره مندوح أم مذنوم؟ مكره مندوح بل يقال عنه هذا قائد ذكي هذا قائد ناجح هذا قائد خوي فكذلك رب المسلمين إله قوي إله حكيم لكن الإله اللي ترك ابنه وترك عبده يقتل ويصلب ويسحق ويجرل الصليب ليس بحكيم ليس بحكيم تتفقون معي بصراحة بصدق أليس هذا محل اتفاق؟ محل اتفاق حاجة تانية يطلع لي بقى واحد ما سيء لا يا مسلم انت عرفك ده ترك ابنه يموت عشانك طيب معلش معلش ليه يا عم يموت عشاني؟ أم قال للمنصر لأن آدم اللي هو عبد الرب كلم الشجرة آدم كلم الشجرة هو ومراته التنية كانوا من الشجرة طيب يقوم عشان الرب يغفر لآدم أيه المفروض ان يولع في الشجرة يعني طالما عايز يغفر يولع بقى في الشجرة لا ام لازم الرب يولع في آدم حتى مش مراته مع ان في الانجيل ان مراته هي اللي اكلت من الشجرة أولا فاكلت واعطت رجلها ده النص الانجيل بيقول كده وطبعا احنا بنتكلم على انجيل محرف الآن يا جماعة عشان ما يطلعش واحد وكلام الله وما كلامش الله لا 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 هذا انجيل محارقة هذا اللي بين الدين النصارى ده العهد الجديد ده مش كلام الله أصلا ده كلام تأليف كما قال لوقا إذا كانك لوقا واحد واحد لو حد ينزل نص لوقا واحد واحد فإن كنت قد أحسنت إذا كانك أثنون قد أخذوا بتائف قصة في الأمور المتيقنة عندنا رأيته أنا أيضا أنا أكتب لك على التواري أيها العديد ثوفيلو اذا تعرف قصة الكلام الذي أو صدق الكلام الذي أكلمك به كان يا مكان كان أيام هرودوس أنا بقول من الزاكرة على فكرة حلو الكلام فكلام مؤلف فيقول لك آدم وحوى كله للشجرة فلازم الرب يأمقاتل عبده فعشان ما يقتلش عبده أم قاتل ابده نعم إيه اللي انت بتقوله لي ده منصر يا مسيحي إيه اللي بتقوله لي ده يا زكريا بوغلص إيه اللي بتقوله ده طب استنى بالمثال يتضحوا المقار دلوقتي انت أو انتي أو انتم اللي يستمعوا الفيديو جبتوا شغال وشغالة عندوكوا اتنين خدمين وقلتوا لهم ما تكلوش من المطبخ وإلا لو كلتم من المطبخ هقتلكو هاتباحكو زي ما بيقول عنده كل كلمة عملت كده هاتباحك أمجي الشغال والشغالة كلو من المطبخ تقوم جاي انت يا عم الزكي ما انت مش عايز تقتل الشغال والشغالة تقوم جاي بابنك دبحو أي عقل هذا اعتبر ان المستمع المتكلم مجنون بس المستمع عاقل يعني قوم انت لما ابنك أو المعذر الشغال والشغالة يأكلوا من المطبخ تقوم عشان تسامح الشغال والشغالة تقوم قاتل ابنك تقوم حطط ابنك في الفرن تقوم دبح ابنك يعني أفلا تعقلون أفلا تفقهون أفلا تسمعون أفلا تبصرون عامل زي واحد عايز يحفظ على العشة عمل عشة فراخ فعايز يحفظ على البيضة بص البيضة بقى اللي جوع في فرخة منهم فروجة بضط بيضة دي بقى دي حتة في الشيعة كده فعايز يحفظ على البيضة ام عامل ايه امولع في العشة يعني عشان يحفظ على البيضة امولع في العشة عشان تحافظ على الخدمة والخدمة بتوعك تقوم بقتل ابنك دبح ابنك وحطه في الفورن. طب ينفع. ما ينفعش. ما ينفعش. لا لا يُعقل. هذا كلام مخالف لكل عقل صحيح. لكل فكر صحيح. لكل منطق. لكل شخص يعني عنده. حيا الله الجميع. بارك الله فيكم وحافظاتكم الله. واضح? طيب. قال ليه المنصر على فكرة معلش يا جماعة بنزل النصوص كتير لان ده اسلوب الحوار وده اللي لازم كل مسلم يتعلم. انك لازم يبقى عندك اسلوب حوار انك آآ يعني ايه? عامل النصارى بما يعتقده. عامل النصارى بما يعتقده. لو جيت تحاول النصراني وتقول له في تفسير تدرس يعقوب ملطي بيقول مثلا على سبيل المسال تفسير تدرس يعقوب ملطي بيقول آآ عن النص اللي في آآ اللي هو فلا تنجس ارضك التي يعطيك الرب اله كنصيبة. النص ده بيقول فيه تدرس يعقوب ملطي ان اللي حمل اللعنة والنجاسة صار ملعونا ونجسا هو يسوع. لما انا بجيب النص ده للمنصر بيقوم عليه اللي لا انا ما باخدش بالتفسير. طب انت عايز ايه? يقول لي هاتي الكتاب. انا مؤمن بالكتاب. واكد دي حصلت معاكم انتم كمحورين يعني. انا مؤمن بالكتاب. اقوم جايب له الكتاب. يقول لي اقرأ التفسير. اقوم جايب التفسير. يقول لي لا اقرأ الكتاب. حتلم الكتاب. اقوم جايب له النص. يقول لاصل انت نتقراش التفسير. اقوم جايب له التفسير. يقول لانا انجيلي. حتلم الكتاب. لأ بقى. لأ ده انت انت بقى بتلفه الدور علي. انت عامل لي فيها ناصح يا نصة وانت مش فاهم حاجة يا نصة. تعمل بتحور علي. لا. انا هجيب لك الناص وفصره انت. اجيب كده الناص قدامك. خد فصر لي ده. هذا الناص فصره لانت. واضح? فده اللي انتو تعملوه عشان تكسبوا اقوى حوار يعني الحوار السليم صح? انك تعمل كده. تجيب النص وتخليه هو اللي يفسره. يعني مثلا في النص بتاع الخروف. هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم. ليه? لانه رب الارباب وملك الملوك. ازاي الرب عندكم خروف? يقول لك لأ اقرى تفسير اقرى ما تفسرش اقرى ما عرفش ايه. لا 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 اقرأ انت. فصر انت. اشرح انت. هتلي انت بدليل من الكتاب. حتى ما تقول ليش? قال تدرس يعقوب ملطي. هو تدرس يعقوب ملطي. هو الرب عندكم? او اعلم من الرب عندكم? لا. لذلك يا شباب والله العظيم. انا شفت بنفسي. بعض المفسرين كلامهم يا نصارى سمحوني. سمحوني في الله اقوله ده. كلام بعض المفسرين وتفسير بعض المفسرين. والله العظيم افضل واشد احتراما من نصوص الكتاب. تقول لي ازاي? اقولك على سبيل المثال. عشان تصدقني. افتح تفسير نشيد الانشات سبعة. لما اغزج احنا في رمضان. معلش. بس هقول دي بقى. افتح نشيد الانشات سبعة. سبعة. واقرى تفسير ولتدرس يعقوب ملطي. او افتح تفسير نشيد الانشات سبعة واقرى الانطنيوس فكري. او نشيد الانشات تفسير شنودة. وشوف قارن بين كلام الكتاب وكلام شنودة. اقسم بالله العظيم. هتلاقي كلام شنودة. وتدرس يعقوب ملطي وانطنيوس فكري. والله هيبقوا افضل. واشد احتراما من الفاظ الكتاب. افتح وشوف. افتح وجرب. فهذا اندن فانما يدل على ان المفسر كلام احسن من كلام الرب بحسب الكتاب. فكيف يكون هذا كلام الله? كيف يكون هذا كلام الله? مستحيل. عمرك في حياتك احنا عندنا مستحيل تجد عالم من علماء المسلمين كلامه يكون افضل من كلام القرآن. هذا لا نعتقد به على الاطلاق. ابدا. ومن قال هذا فهو مخبول مجنون ضال مبتدع فاسق فاجر كل اللي تقوله كافر ملحد لو جاء عالم مسلم قال ان كلام القرآن ان كلام المفسرين افضل من الكلام القرآن. هذا النكرة. لا قيمة له. لا نعتد به في الاسلام. بينما تدرس. انتونيوس فكرة على سبيل المسلم. لا اظن انتونيوس تدرس. تدرس يعقوب ملاطي. فيديو منشور لي على اليوتيوب. بيقول فيه ويحب ذا لو حد من الاخوة ينزلوا على الفيس هنا. للاخوة عشان اه ابحسوا عنه كده في اليوتيوب اسمه اه نشيد الانشاد ممنوع قراءته لأقل من تلاتين سنة. كده بحسوا على اليوتيوب كده. نشيد الانشاد ممنوع قراءته لأقل من تلاتين سنة. اكبر من كابر مفسر النصارى بيقول ايه? نشيد الانشاد كان يمنع قراءته لمن هم اقل من تلاتين سنة. لانه بيتعب. بن قسين. لانه بيتعب. احنا في احنا في رمضان. هنعمل ايه? هاتلي بقولك هذا ده يطلع من المسلمين? هل ده عمرك تسمعه من المسلمين? لذلك تردت المسيحية وامنت بالاسلام. الذي ليس فيه لفظة واحدة تخدش حياء البنات ولا النساء ولا الرجال ولا الاطفال. ستتفقون معي يا مسلمين ويا نصارى. هتتفقوا معانتم الاتنين. نشيد المعذرة القرآن الكريم يحفظه كامل. الولاد البنات الصغار والكبار الذكور والاناث. عمرك شفته في اي مجمع في اي مقر في اي جمعية في اي مسابقة في اي مسجد في اي ندوة في اي اجتماع في اي درس في اي شيخ او امرأة اتكسف ويقروا آية بنت ولد اتكسف ويقروا اي آية من القرآن طفل طفلة اتكسف ويقروا اي آية من القرآن مستحيل. مستحيل. تقرأ القرآن من الجلدة للجلدة من الفاتحة. للناس لا تجد فيها كلمة يستحى منها. تاني. اقرأ القرآن من الفاتحة. للناس لا تجد كلمة يستحى من قراءتها امام الناس. تقدر لانت يا مسيحي يلي بتدعوني للتنصير للمسيحية. تفتح نشيد الانشاة سبعة. تقرأ على الناس في المترو. تقرأ على الناس على القهوة. خش على القهوة كده يا جماعة انا جاي ابشركم. ايوة. ودي له نشيد الانشاة سبعة. او حزقيال تلاتة وعشرين. اه? او مش عارف مش عايق يا جماعة احنا فرمضان. انتوا ايه اللي وداكم اصلا لنشيد الانشاة? مش مشكلة. مش مشكلة. تقدر تعمل كده يا مسيحي? سيردموك بالاحزية. هيدرونهم يحدفوك كده عليك الاحزية. هيتتردم. مش هتطلع. ليه? اعمل. اعمل وريني. لو راجل اعملها. انا بتحدى. لو بنت. لو انت فعلا وثقة. وعندك ثقة. ثقة قوية في ربك. طلع في مكان عام. في ولاد او بنات. وقر النشيد الانشاة سبعة. شوف يعملوا فيك ايه? ممكن يتحمرش بيكي. اه. ممكن يتحمرش بيكي. انا بحزر. وكذلك اه اوعى المسلمين اوعى تعملها. لانك لو عملتها وعرفوا انت مسلم حتتضرب. احنا مش بعد مش بعد ما تخرجش زالم يعني. نرجع مرجوعنا. قال ليه المنصر كنت عندي بقول لكم قرابة ستاشر سنة. وهو كان خمسة وتلاتين سنة حاجة زي كده. وللعلم تقريبا الولد ده شماس يع. فقال ليه امن بالمسيحية. واترك الاسلام. فقلت عايزني اترك رب. شهدت قوية. شهدت حق قوي عظيم. حكيم صادق. قال في كتابه. قل اي شيء اكبر شهادة. اي شيء اكبر شهادة. قل لا. قل الله شهد بيني وبينكم. واوحيى الي هذا القرآن لانذركم به. من هو الاكبر شهادة هو رب العالمين. رب العالمين اكبر شهادة. بينما الرب اللي بيدعيني الي المسيحي شهدت بطلة. دليلي. في انجيل يحنى اصحح عدد واحد وثلاثين. تاني. يحنى خمسة عدد واحد وثلاثين. يقول ان كنت اشهد لنفسي فشهدتي ليست حق. شهادة بطلة. ايه العكس الشهادة الحق. الشهادة البطلة. كيف تدعوني يا منصر ان اعبد الها شهادت بطلة. واترك الها قل اي شيء اكبر شهادة قل الله. كيف ذلك؟ السؤال هنا ايضا. بما ان النصارى يريدوننا ان نؤمن باله شهدت مفقودة شهدت مجروحة. فاذ كان هو نفسه. هو نفسه. ما شهد ما شهدش النفسه. بقول شهدته بطلة. فما بالك الاخرين. فما بالك. فيبقى هذا الاله. شوفوا بعض الناس يقول لك ايه? المسيح. عيسى بتتكلم عن المسيح? لا يا عمي. الاناجيل هذا يسوع الانجيلي هذا وكلامه هذا ليس عيسى عليه السلام. يقول لي ليه? اقول لك لان هذا الكلام يحتاج لسند صحيح. بينما الاناجيل لا سند لها صحيح. ولا كاتب موثوق ولا مخطوطة موثوقة. يعني ما فيش سند. النص بقول لك فان كنت قد احسنت التأليف. فهذا ما كنت اعتمنى. اظن النص في العبرانيين. النص بيقول اذا كان كثيرون قد اخذوا بتأليف تأليف 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 تأليف. هذا كلام مؤلف. زي عندك تفسير ابن كثير او قصص الانبياء ابن كثير. ينفع دي تبقى القرآن? ينفع تبقى وحي. لا ما تبقىش وحي. فلذلك انا اريد سند صحيح عن عيسى صلى الله عليه وسلم في الاناجيل. حتى اقول هذا كلام عيسى. زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكذلك لا يجوز الكذب ولا النقل بادلة غير صحيحة ولا موثقة عن عيسى عليه السلام. بينما الاناجيل تقول عنه انه اله والاناجيل كتبتها مجهولة باعتراف علماء المسيحية والاناجيل حتى المخطوطات مش عارفين مين اللي كتبها باعتراف علماء المسيحية. شفتوا النقطة دي? طيب. النقطة التانية. قال لي المنصر آمن بأن المسيح هو الله. واترك عبادة اله الاسلام. ازاي اقام بكتة? فقام ايه اللي بقى بشغل شغل شغل عارفين الشغل المحبة اه المحبة اللي هو احبوا اعداءكم وبلغوا في حساباتهم الفيسبوك خليها تتقفل اه احبوا اعداءكم واعملوا اه بلغات بلغات شديدة على الفيسبوك عشان يحضروا حساب محمد النصيف. اه احبوا اعداءكم واذبحوهم قدامي. احبوهم واذبحوهم. عادي. قال لي يسوع اللي بيقول لا تقاوموا الشغل. حاضر ماشي ماشي بالراحة. انجيل متى اصحح خمسة عدد تسعة وتلاتين. ومع اه ابو نصيف. يعني ربنا يهدي ويغفر له. طبعا انا بتكلم عن الاقلوم التاني بتاعي. ربنا يهديني ويغفر لي يا رب. في بعض الحاجات كده انا بحب اتفحص في النصوص. كما النصارة اليوم بيعدوا يتفزلكوا في ايات القرآن ويطلعوا لك معاني ليست في القرآن لأ. انا هتفحص في معاني النصوص نفسه. وطلع لكم معاني في غفلت عن كثير من النصارى وكثير من المسلمين بفضل رب العالمين. وذلك مصداقا لقول الله سبحانه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النص اللي في انجيل متى. خمسة عدد تسعة وتلاتين كارثة. اللي بيقول لا تقوم الشر. كارثة. يطلع واحد يقول لي ليه? اقول له بالراحة وستيب باي ستيب. نقطة نقطة. الرب بحسب الكنيسة بيقول لا تقاوم. الاول بيقول ايه? قيل لكم عين بعين وسن بسن. ايه المشكلة في دي? المشكلة ان الرب اللي قال في العهد القديم عين بعين وسن بسن. بينما الرب جي في العهد الجديد وقال لك لا لا تقاوموا الشر. اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر. طب ده ايه يا محمد يا نصيف? ده حاجة من الاتنين. يا اما ناسخ ومنسوخ والنصارى ما بيؤمنوش بالنسخ والمنسوخ. يا اما ان ده ناسخ ومنسوخ النصارى لا تؤمن بحاجة اسمها ناسخ ومنسوخ. خلاص يبقى ده تناقض. يبقى رب الكنيسة بيقول الكلمة ويرجع فيها. فقال عين بعين وسن بسن وبعد كده جي في العهد الجديد ام اقول لك لا تقاوموا الشر. اليس هذا تناقض بالراحة? انتو ما بتؤمنوش بنسخ ومنسوخ في الوصايا. يبقى ده اسمه ايه? اسمه تناقض. ايوة اختنا دانا. قيل ما هو ده في العهد القديم موجود. هتلاقيه في سفر لويين. يا اما التثنية على ما اذكر. لو بحثته في في النص عينه بعين. هتلاقيه في التثنية. يا في بحثت كده يا موحي الله يبارك لك. يا في التثنية. يا في آآ اللويين. عين بعين سن بسن. تمام? تمام. النصارى لا تؤمن بحاجة اسمها نسخ ومنسوخ. بل بيعترضوا عنا في الاسلام. مع النسخ والمنسوخ ده على فكرة الحكمة البشرية للبشر. زي كده الخمر كان في اول الاسلام حرام. لكن حكمة ربنا سبحانه وتعالى انه مهد ليهم حرمة الايه? الخمر. ثم بعد ذلك نسخة الخمر. نسخة حكم الخمر. واصبحت حراما. خلاص? في اول الاسلام كان فرضا على كل رجل ان يقاتل عشرة. عشرة من الكفار. ثم نسخ هذا الحكم. واصبح ايه? اتنين. اتنين من الكفار بس. اياكم منكم طائفة مؤمنة. وما اخر الى اخر هذه الايات هتلاقوا في سورة العمران. هتلاقوا في سورة قالي عمران. واضح? طيب. النصارى لا تؤمن بناسخ ومنسوخ. لكن تؤمن ان الاله لما بقول كلمة ما بيرجعش فيها. طب اله الكنيسة. حكم حكم. احسنت يا محي. او يا جماعة. سفر اللويين. اربعة وعشرين عشرين. كسر بكسر. عين بعين. سن بسن. ده اول النص هتلاقي في يقول ايه? قال الرب لموسى. قال الرب لموسى. فكده يبقى ربكم يا يا منصر. يا اللي جاي تدعون المسيحية. كده ربك يبقى متناقض. بيقول يا القول وبيرجع عنه. زي النص اللي بيقول في ايه? انتو عارفين النص اللي بيقول. ملعون كل ما نعلق على خشبة. تمام? خلينا انا كمان اجيب لكم بحس يبقى اللي انا بعمله على طول. المصداقية في النص يا جماعة. المصداقية في المصداقية في الدليل. اضح? انا بحب كده جدا. ما يبقاش زي النصارى. يعودوا يقلفوا 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 بعد كده يسيبك ويجري. فين دليلك يا عم الحاج? يقول لك اه انا مش هنا. انا بعت التليفون بالخط. اه ما عرفوش ما شفتوش ما سمعتوش ما لقتوش. كده. لا. حط الدليل الاول. حطي للآية. حطي للآية. وتكون الآية فيها الكلام اللي انت بتقوله. تمام? ما تكونش بتألف. ما تجيش تألف لي على القرآن. اه زي طبعا عارفين انتو الآية الكبيرة العظيمة اللي اخترعوها في الكنيسة. المسيح ديانا للعالمين. اه ان شاء زغراتي يا امو مش عارف مين. بقى في عندنا في القرآن المسيح ديانا للعالمين? اه عندكم في القرآن. في سورة ايدي? اه في سورة مريم. يا راجل. طب في سورة مريم كلها ما فيش كلمة ديان. والله العظيم في سورة مريم كلها ما فيش كلمة ديان. يبقى ازاي بقى في ديانا للعالمين? بقى طلع في سورة مريم المسيح ديانا للعالمين وانا ما عرفش. انا اللي حافظ سورة مريم صم. طلع ما عرفش ان في ديانا للعالمين. بيقلفوا. النصارى والكنيسة والقسوسة وانا اعمل فيديو في القناة عندي. قناة محمد نصيف المحاور الاساسية. عمل فيديو فيها اللي الرد على قص في الاجتماع بتاعهم اسمه اجتماع تثبيت العقيدة. بتعرفش هي ملاخ لخة ولا ايه? فاجتماع تثبيت العقيدة القصة طالعي قولك ايه? والمسيح في القرآن في الدين الاخر بيقول يأتي عيسى بن مريم دينا للعالمين. لا يا شيخ. ايه قد التقوى دي يا قلت? ايه التقوى ده مصحف مين ده? ده مصحف الفاتيكان ان شاء الله ده ولا حلاقية في مصحف مين? ده مش في قرآن المسلمين ده. ده تأليف انتو بتقلفوا على الاسلام. بعد اذ لم تجدوا فيه مطعنا بالحق فقلفتم عليه الكذب والباطل كما هو معهود. تمام? طيب ايه آآ بعد كده بيقول ايه? لا تقاوموا الشر. قلت له لا. هنا في الاول ان الاله متنقد. زي ايه يا جماعة مسألة التناقض. ما عليش احنا بنتوسع. انا عايز صحيح اللي الاخوة اللي سمعوا ان شاء الله. اللي سمعوا. في التسجيل اعملوا حركة كويسة. النصوص اللي بنقولها دي عشان احنا بنقول نصوص كتيرة. وحد في دك انت بعد كده. عندك كشكول كبير. افتح الكشكول بتاعك واكتب فيه كل الكلام ده النصوص. بحيس لما تيجي تتحاور تحاور بيها. او فيلات آآ وورد وتحاور بيها. ده يعني ايه? بعد طبعا ما تدرس الاسلام صح. او تدرس الاسلام الاول بعد كده تنقش. آآ زي ايه يا جماعة زي. بلا منجس. بصوا كده يا جماعة الخير. للمنصر اللي جاي يدعوني للمسيحية ويقول لي اترك الاسلام. الم يقل الرب في العهد القديم. في التثنية واحد وعشرين تلاتة وعشرين. تاني. التثنية واحد وعشرين تلاتة وعشرين. رب الكنيسة قال ايه? قال فلا تثبت جثته على الخشبة. ده المصطوب. المصطوب لا تثبت جثته على الخشبة. لان المعلق. المعلق يعني المصطوب. لان المصطوب ملعون من الله. فلا تنجس ارضك التي يعطيك الرب الهك نصيب. السؤال هنا. رب الكنيسة في العهد القديم. قال المصطوب ملعون. بعد كده ام جاي في العهد الجديد وتصلب. معلش تاني تاني. رب الكنيسة في العهد القديم. قال ان اللي مصطوب ملعون. بعد كده جاي في العهد الجديد وتصلب. رب الكنيسة في العهد القديم. قال ان المعلق المصطوب نجس فلا تنجس ارضك. بعد كده جاي في العهد الجديد وتصلب. يبقى كده مين اللي شتموت? مين اللي عليه ونجس الارض هو برضو في العهد الاديب. انت يا منصر لما تجي تدعوني للمسيحية وتقول لي ترك الاسلام قابل. بينما رب المسلمين حي قيوم منزهم عن كل نقص. طيب. بعد كده جي قال لي ده انتو عندكم ده احنا عندنا الرب بيقول بيقول لي كده المنصر آمن آمن بالمسيحية واعبد الرب يسوع واترك اسلام. الرب يسوع اللي قال لك في انجيل متى خمسة خمسة عدد تسعة وتلاتين قال اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر. فقلت يا منصر تدعوني لترك الاسلام وعبادة اله بيقول لا تقاوموا الشر. والشيطان شر. قال لي ازاي? قلت له سواه. هل الشيطان شر ولا لا? قال لي نعم شر. قلت له يعني الشيطان هو الشر. وربك بيقول لي لا تقاوموا الشر. افهم ايه? لا تقاوموا الشيطان. اله الكنيسة والمنصر بيدعوني اترك الاسلام ولا اقاوم الشيطان. واحد. ممكن واحد مسيح يطلع يتفزلك ويقولك لا 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 ده مش معنى الشر هنا الشيطان. طب اقول له طب حلو. اليهود لو دخلوا مصر عشان يحتلونا. ده شر ولا مش شر? يقول لي شر? اقول له حلو. الاله بيأمرني بالخيانة. بيقلا اقاوم المغتصب والمعتدي. فيقول لي لا تقاوم الشر والشر اللي هو المغتصب والمعتدي. لا 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 اصلي مش. لأ بقى. يبقى انت بتقول وتألف على مزاجك. حجم الاتنين. يا انت كلامك احسن من الكتاب. يا اما انت فهمك احسن من الكتاب. مستحيل تبقى كلامك وفهمك زي وزي الكتاب. ولا انتم مش معايا يا مسلمين. تاني. هم قايل لا تقاوم الشر. قلت له يعني ربك بيؤمرني ما اقاومش الشيطان. ربك بيؤمرني ما اقاومش المغتصب. ربك بيؤمرني ما اقاومش المعتدي. ربك بيؤمرني ما اقاومش كل شر. شوف كل شر حطه حتلاقي معنا كده. لا تقاويم الشر. يقول لي من لطم ام preduly. امن بالراب اللي قال لك من لطمك على خدك الايمن ادي له الاخر طب ولو اديه الاخر ادي له افاك يعني من لطمك على الاخر ادي له الشمال طب ما اللي اديك الشمال وضربك عالشمال ام ادي له افاك النص ده فيه مشكلتين حنقوله الاولى اقول له هالربك يا قلت له هالربك يا منصر يأمرني ان اكون منطشى للناس لا كرامة لي لا قيمة لي أنت تدعوني أن أتبع الدين يأمر أتباعه ألا يكون لهم قيمة ولا كرامة ولا شرف ولا نخوة ولا رجولة يكون مسخرة ملتشة للخلق وتجعلني أترك الإله الذي قال عنه الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شريعته المؤمن القوي المؤمن القوي الذي قال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم كرمنا الله كرمنا وإنت تجعلني لا قيمة لي ولا كرامة لأن أضرب من كل الخلق واضح كيف تأمرني بذلك اتنين الرب عندك يا منصر يا من تدعوني للمسيحية وترك الإسلام الرب عندك خالف هذه الوصية إزاي خالف الوصية الرب عندك بيقول من ضربك على خدك الأيمن فقدر له الايه فقدر له الآخر صح حال فقدر له السؤال السؤال لما الرب عندك قال اللي ضربك على خدك اللي مين ادله الشمال هل ربك نفسه لما اضرب من العسكر الرومان ضربوا على أفاة وضربوا بالإقلاب هل اداهم الخد الشمال الإجابة لا ربك خالف الوصية ايه اللي حصل في إنجيل يحنى إصحح 18 عدد 23 تاني يحنى 18 عدد 23 بعدما العسكر الروماني ضرب يسوع على أفاة أو على خده أم أي ليسوع أجابه يسوع إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي وإن حسن فلماذا تضربني ربك بيقولك اللي ضربك على خدك اليمين ادله الشمال لكن هو لما اضرب على خده اليمين أم أي للعسكرين انت بتضربني ليه عم الحج فربك خالف الوصية واضح النقطة التالتة وهل كان يسوع أشوال من ضربك على خدك اليمين خدك اليمين هو حل المعذير خدك اليمين هو خدك اليمين هو لو واحد ضربك بإيده على خدك اليمين لازم يكون أشوال عشان يضربك بالشمال على اليمين حطه كده وقفه قدام واحد وبإيدك اليمين حتيجي تضربه حتضربه على خد بالشمال مش على خده اليمين فهل كان يسوع أشوال يعني مش عار النص تحس إن فيه نوع من أنواع في حاجة خلط فيه فبركة في النص ده نكمل أم قال لي اعتراضك مقبول حد يطرده اللي يعترض ينترض أيوة عشان نبقى واضحين اعتراضك مقبول اطرده أم قال لي ايه المنصر قال لي آمن بالرب يسوع واترك الإسلام الرب يسوع اللي قال لك من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا يا جماعة معلش عارفيني الرداء اللي هو ايه الملابس الداخلية الملابس الداخلية الدليل الدليل طبعا كلنا عارفين انه طبعا في أي حر في أي وقت حر وانت عارفين فلسطين حر يسوع كان في فلسطين قرشالي فلسطين حر جدا وبيكلم ناس في وقت حر الناس اللي في وقت حر دول حيلبسوا كم قطعة كم قطعة هدوم يعني بلا شك اتنين بالكتير قوي ان ما كانش واحدة الملابس اللي تلبس فوق الجسم على طول اسمها رداء اسمها رداء اللي فوق الرداء اسمها ملابس أو ثوب يعني زي عندنا الآن في المصريين لا حقيقة في العلم يعني شخص في الدلد الحارة زي فلسطين السعودية الكويت وخصوصا الكويت طق بيضة طق البيضة وكلها في الشمس طق البيضة في الشمس وكلها حتلاقيها اتعاملت لوحدها اتحمرت لوحدها من الحر يعني والعراق نفس مزار آه يسوع اللي اعترد تمامل في البلاد الحارة هتلاقي لبس ايه قطعتين هدوء السؤال هنا يسوع بيقولك من اراد ان يخاصمك ويأخذ ثوبك اللي هو الهدوم الخارجية الملبس الخارجي فاعطيه الرداء ايضا ايه الرداء الملبس الداخلي زي عندنا في البلاد الحارة تلاقي لبس مثلا الاميص تحته الفلنة الايه الداخلية تحت البنطلون تحته الشرط الداخلي بس طيب بص بقى يسوع عن امر اتباعه قال لهم ايه امرني هذا المنصر ان اترك الاسلام واؤمن برب قال لاتباعه اللي يخاصمك في انجيل متى اصحاح 5 عدد 40 اللي يخاصمك وياخد منك هدومك الخارجية الدول الشرط اول مقهد كده القميص امقلع له الشرط من غير ما يقولك امقلع له الشرط ومده فضل افنن او اعله الفلنة الداخلية اتفضل افنن بالله عليكم هل هذا المعتقد يقبله عاقل هذا المنصر الذي جاء ليدعوني للمسيحية ويدعوني لترك الاسلام هل انا قلت له كده هل يقبل هذا الكلام عاقل هذا سيكون لمن لا كرامة له لمن لا عقل له لمن لا فكرة له لمن شخص منتجس الفطرة الفطرة لشخص الحيوان افضل منه صدق طيب نقطة تانية في النص ده الخطاب ده عام للولاد والبنات صح الخطاب ده عام للجنسين عام للجنسين الخطاب بيقول من اراد ان يخصمك يعني ايه خصمك عشان تبقوا فهمين تخنيق معاك شكل معاك شد منك هدومك شد الهدوم بتاعتك طيب الخطاب عام لل ايه الجنسين ذكر انثى دلوقتي مريان ماشي في الشارع احسنت اختنا دلوقتي مريان ماشي في الشارع طلع عليها حرام طلع يا بيت اللي في جيبك ما عاييش والله فلوس الله طبح عاجبني البلوزة دي مصطول محشش قطع طريق هات البلوزة تعمل ايه وصايا رب هذا المنصر ان هي تقلع له اللي تحت البلوزة هات الجيبة تقلع له اللي تحت الجيبة هل هذا المعتقد يقبله عاقل واحد يقول انت بتفس يا عمي والله ما بفسر دي نصوص الكتاب ربك قال اقلع له اللي تحت الثياب هل يقبله عاقل تطلع تطلع على صايع اقلع يا البنطلوت بس كده من عدية بش ده نقلع لك كمان الاندروير الاندروير اللي تحت البنطلوت ده 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 عقلي ده 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 لا تجادل ولا تناقش يا اخ جرجس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق كفاية عليكو كده النهاردة حد عنده بقى سؤال كفاية عليكو بقى كده النهاردة نكمل ان شاء الله بكرة لطفي رابح انت لسه جاي لطفي رابح لسه منضم حالا لا يبقى اتفرج من الاول بقى حياكم الله تمام باذن الله هنبقى نعمل مع بعض بعض السلاسل في سلسلة بعض الحلقات في سلسلة كاملة اسمها لماذا تركت المسيحية وآمنت بالاسلام اعتراضا او حكاية لقصتي مع منصر كان عندي ساعتها 16 سنة وكان هو عنده قرابة 35 سنة ودار بيننا حوار مطول هقوله لكم كل يوم ان شاء الله وابتدي ارد عليه وفنده احبك الله اخي بارك الله فيك ارد عليه وفنده والله كريم والله مستعان والسلام عليكم ورحمة الله ومعكاته في شخص بيقول بيقول يعني بيقول ان قائل هذا غبي فاقول له لقد قال بولوس في رسائله قد صرت غبيا وانا افتخر قال بولوس في رسائله ليتكم تحتملون غباوتي قليلا فان كنت كما تقول فاعتبرني كبولوس والله مستعان السلام الله عليكم ورحمة وبركاته لا تنسى الاشتراك في الصفحة لايك اند شير اند شارك في المجموعات يا شباب برك الله فيكم المجموعات المهتمة بحوار النصارى لعلهم يستفيدوا رسال الله لنا ولكم الجنة بلا حساب ولا عذاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته